السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم موضوع مهم جدا وبيهمك انت كصاحب سيارة بالدرجة الاولى لماذا يتحول لون الزيت الى اللون الاسود سريعا حنشوف مع بعض كل الحالات واللي يهمني انت كصاحب سيارة او بتسوق سيارة يهمني ان انت اول ما تفحص الزيت تعرف كل الحالات وتقدر بكل سهولة تحدد المشكلة اللي في سيارتك من خلال اختبار الزيت فقط زي ما حنشوف مع بعض كل شيء بالتفصيل في البداية عشان ما طولش عليك مهم جدا ان انا اقول لك وظائف الزيت الزيت له اربع وظائف مهمة جدا واساسية تلين اجزاء المحرك الميكانيكية المكابس وغيره عشان الحركة تبقى سالسة وجيدة ثاني شيء خفض حرارة المحرك وتبريده لان الزيت محيط بكل اجزاء المحرك اللي درجة حرارتها مرتفعة يبقى حيشارك كمان بدور مهم جدا في تبريد المحرك الشيء التالت تنظيف مجاري المحرك واجزائه وده اللي بيفرق لو بتستعمل زيت تخليقي او زيت تم تصنيعه بالكامل بيبقى مضاف اليه مواد تنظيف عشان تنظف المجاري من الزيت عشان الشعيرات او المسارات الصغيرة جدا اللي بيمر فيها الزيت مع الوقت بتبدأ الرواسب تتراكم فيها وبتسبب خلل في مصار الزيت فمهم جدا ان انا اضع في الزيت مادة للتنظيف رابع شيء تجميع الرواسب بعد دوران الزيت في المحرك بتتجمع كلها في الكارتير وتعدي على الصفاية والفلتر عشان الشوائب كلها تبقى موجودة فقط في الكارتير دي وظيفة الزيت الاساسية والمهمة هنروح بقى للحالات اللي انت كصاحل سيارة اول ما تفحص الزيت هتعرف كل شيء عن سيارتك وايه اللي فيها بالضبط الحالة الاولى من صفر الالف كيلومتر بتلاقي الزيت لونه اصفر وجيد بعد كده من الف الالفين بيبدأ لون الزيت يتغير شوي بعد كده من الفين لتلات تلاف بيبدأ الزيت يبقى لونه بني وده طبيعي لان الزيت بيتأكسد وبيبقى فيه رواسب فما تقلقش اول ما تزود عن تلات تلاف والمفروض طبعا الزيت اللي بنتكلم عليه هو زيت التلات تلاف اول ما بتطلع من 3000 ل5000 بيبدأ الزيت يصمر معاك وعايزك تركز معايا في ارتفاع الزيت الموجود داخل المحرك هتلاقي ان الليفل او المستوى واحد تقريبا الزيت مفهوش نقص المعدل الطبيعي للنقص بيبقى من ربع لنص لتر بالكتير عشان التبخير وخلافه فما تقلقش لو انت وضعت في السيارة زيت 5000 او 3000 ومشي معاك بالشكل ده كده مع الفحص كل 1000 او 2000 بتفحص ده المعدل الطبيعي مفيش فيه اي مشكلة ومستوى الزيت تقريبا واحد نيجي للحالة التانية والمهمة جدا واللي عايزك تركز فيها لان دي اخطر الحالات بيظهر عندك الزيت زي ما انت شايف كده باللون الاصفر الغامق شوية مش فاتح لو عملت تشيك او شفت الزيت ومستوى ولونه من زيرو لالف كيلو متر بيظهر عندك اللون ولكن غامق شوية بعد كده من الف الالفين الزيت بيبدأ يتحرق ويتأكسد ويبقى باللون البني الغامق ودي مشكلة كبيرة حنقول عليها دلوقتي وحنقول على اسبابها بعد كده بيسود معاك الزيت من الفين كيلو متر الزيت المفروض يسود معاك بعد خمس تلاف ولكن من الفين الى تلاتة حسب حالة السيارة بيبدأ الزيت يسود معاك وعايزك تلاحظ شيء كمان الزيت مستواه قل يعني الزيت هنا غير الزيت هنا غير الزيت هنا المستوى بيبدأ شوية شوية يقل معاك ده دليل ان فيه فقدان في الزيت نظرا لخلل او مشكلة في الشنابر الخاصة بالمحرك الشنابر معمولة عشان تحفظ الضغط داخل المحرك او داخل غرف الاحتراق عشان الضغط يبقى قوي بتلاقي الزيت بينقص وبتلاقي كمان عندك دخان ازرق بيخرج من العادم وعزم السيارة ضعيف والسيارة ما بتسحبش معاك على الطريق اذا الحالة دي يبقى كده فيه فقد في الزيت الفقد ده هتعرفه بكل سهولة زي ما قلنا هتلاقي فيه دخان ازرق بيخرج من العادم ودي اخطر حالة الحالة التالتة اللي عايزك تركز معايا فيها الوان الزيت كالتالي من سفر الالف بتلاقي الزيت فاتح زي ما كان في الحالة الاولى من الف الالفين نفس الام الزيت يغمق شوية مفيش مشكلة من الفين لتلات تلاف بيدي الزيت يغمق شوية كمان بعد كده الحالة اللي بعدها من تلات تلاف لخمس تلاف الزيت بيسود ولازم تغيره مع الفلتر الحالة دي هنلاحظ حاجة مهمة جدا مستوى الزيت بيقل معايا رغم ان الالوان تقريبا متشابهة مع الحالة الاولى ده دليل اللي انا عندي مشاكل اخرى ايه احتمال المشاكل دي اول احتمال يكون في تسريب في زيت المحرك تسريب في منظومة الزيت الحالة التانية يكون البي سي في او بل في بخار الزيت في مشكلة وبيودي جزء من الزيت يتحرق في غرف الاحتراق وهعرف ده ازاي بفحص البجهات بلاقي على سن البجهات في زيت وكمان بيظهر معايا بعض الدخان الازرق احيانا بشكل خفيف الحالة التالتة يكون عندي اهتراء في جلد البلوف هي اللي بتسبب فقد للزيت هعرف ازاي ان المشكلة عندي في جلد البلوف اي حد يدور السيارة بعد ما توقف لفترة حلاقي ان في لخامة ثواني فقط في دخان ازرق بيخرج مع العادم دي التلات حالات اللي بيتغير فيها لون الزيت زي الحالة الاولى بالضبط مع نقصان في مستوى الزيت يبقى ما تقلقش من تغير لون الزيت الى اللون الاسود ولكن بشروط وبمنسوب وبمستوى هتقدر تعرفه بكل سهولة لابد الزيت يسود او يتغير لونه لانه بيت اكسد وفيه رواسب وخلافه ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم